أكد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كلمته خلال قمة البحرين أكد على ضرورة تعزيز التنسيق العربي الشامل للتصدي لجملة من التحديات التي تمر بها المنطقة العربية وضمان الالتزام بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية ودعا العاهل الأردني إلى العمل على تأمين مستقبل يسوده السلام والأمل لكافة الشعوب العربية بما من شأنه الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الدول العربية الأخوة القادة لا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة تحديات أمام بلداننا وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون العربية وفي الوقت ذاته علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة وعمال هذه العصابات الإجرامية وخصوصا تهريب المخدرات والأسلحة الذي يتصدى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي الأخوة القادة آملوا أن يكون اجتماعنا القادم بذل ظروف أفضل على شعوبنا فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والأمل ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية